عمد أكثر من رئيس وزراء في حكومات ما بعد عام 2003 إلى اعتماد الخدعة ذاتها للكسب الجماهيري الذي لا يعتمد الفكرة أو التوجه أو البرامج وإنما الكسب القائم على شراء الولاء بالوظيفة العامة تدأها إياد علاوي وكسب بها أكثر من جولة انتخابية واستمر عليها الجعفري واستمرأها المالكي لكنه توسع فيها فلم يكثفي بفتح باب التعيينات عمال على بطال وإنما فتح خزائن العراق لفئات تفيلية وما أكثرها كما عمدت الحكومات ومنذ سلطة بريمر على وضع مرتبات مهولة وغير منطقية قياساً إلى ظرف العراق وحجم إمكاناته المالية فكانت الرواتب للدرجات الخاصة لا تتناسب مطلقاً مع الوضع المعيشي العام لكل العراق إن واحدة من أهم الوصفات العلاجية التي يقترحها الخبراء لحل معضلة توفير المرتبات تقليل رواتب الدرجات الخاصة إلى حد معقول فلا ينبغي أن يكون الفرق بين راتباً وآخر بحدود المئتين ضعف لا منطقة ولا عقل يرضى بهذا ومنها أيضاً إعادة النظري في المرتبات التي تدفعها الدولة لبعض الفئات كنزلاء الرفحاء والسجناء السياسيين والجرح والأسر الإيرانيين وعوائل قتلاهم وطعوضات العمالة من المصريين والفلسطينيين وغيرهم إقاف مهزلة العمولات التي يقبضها موظفو الدولة إضافة إلى مرتباتهم عن عقد الصفقات لصالح الدولة من أغذية وأدوية ومستلزمات ومعدات وسيارات وأسلحة فضلاً عن عمولات المشاريع النهوض باستناعة التطويرية للنفط واستخراج الغاز وتوظيف الأيدي العاملة العراقية بدلاً من الأجنبية وفردها بنسب أعلى في المشاريع القائمة في قطاع استخراج النفط والغاز خاصة تشريع وإقرار قانون التقاعد الموحد بما يضمن لجميع العراقيين سواء في القطاع العام أو الخاص الحق في تقاعد مناسب وحياة مضمونة صحياً وسكنياً وتعليمياً اعتماد بعض التجارب العالمية في تحريك الطاقات الكاملة الخاملة في جهاز الدولة بإجراء تغييرات على جنس العمل لقد استطاعت مصر بسواعد أبناء الجيش بناء مدن كاملة وجسور وطرق وقضت على مشكلات العشوائيات وكنا أشرنا في آنف من القول إلى أهمية أن تتصدى الدولة لبناء مدن وتجمعات حديثة ومخدومة صناعية وإنتاجية وترفيهية